دقيقة أي دولة لها مناسبات معينة تحدد وتشخص واقعها وهويتها ووجودها ما هي المناسبات التي جعلتها توجد هذه الدولة؟ وما هي مشروعاتها التاريخية أو إنجازاتها التاريخية التي تجعلها تحتفل بمثل هذا الشيء؟ فمثلا لدينا يوم التأسيس اللي هو يوم عام 1139 1727 ميلادي صدر قرار خادم الحرمين الشيرفين مكس ألمان بتحديد يوم التأسيس 22 فبراير من اسمه هو يوم التأسيس يعني تأسيس الدولة السعودية لماذا وجدت هذه الدولة؟ اللي هي دولتنا جميعا وما هي الظروف التي صاحبتها؟ فتعلمون أن الدولة والجزيرة العربية كانت تعاني من تشرثم كبير جدا وتفكك وفقدان للأمن وقياب للتنمية وللتعليم وكل هذه المعطيات التي يدركها الجميع فأتى يوم التأسيس اللي بدأت من خلال فكرة الدولة ومشروع الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود فهذا اليوم يعتبر يوم تاريخي بالنسبة لنا هو متى وجدت الدولة؟ متى تأسس الدولة؟ هو يوافق هذا اليوم حتى أصبح فيه عالميا أن كل دولة لها ظروفها لها أيامها لها هويتها حتى عندما تلتقي بأحد من أنت؟ كيف وجدت دولة كهذه؟ ومن أسسها؟ وكيف أسست؟ وبناء على ماذا أسست؟ كل هذه الأسئلة تجيب عليها الأيام الوطنية أو الأيام التي اعتمدتها الدولة لهذا الشيء في يوم التأسيس كانت الدولة لا يوجد دولة فأصبح يوم التأسيس وأسست هذه الدولة قبل 300 سنة 300 سنة هذا يعني أن هناك تجربة كبيرة جدا للدولة التي هي 300 سنة تجربة تاريخية، تجربة حضارية، تجربة تنموية للدولة كقيادة وللإنسان وعندما كذلك أمر مهم عندما نقول أن الدولة تأسست في عام 1139 و 1727 ميلادية لا يعني أنما قبل هذا التاريخ ليس تاريخا وطنيا سعوديا كل ما على المكان وكل ما كان من تجربة إنسانية على المكان في هذا الوطن الكبير هو جزء من تاريخنا الوطني السعودي كل التجربة التاريخية الديانات والحضارات والهجرات والنقوش والمعلقات وكل منطقة من مناطق المملكة تجد فيها إرث تاريخي يمتد إلى ألاف السنين هو جزء من تاريخنا نحن ورثت هذه الحضارة الموجودة على الجزيرة العربية ويوم التأسيس هو يوم وحدة وطنية وتجربة تاريخية جديدة فهذا يمثلنا جميعا هذا يوم تأسيس دولتنا جميعا قامت الدولة السعودية الأولى وحققت القاعدة التاريخية لبناء الدولة السعودية وبدأت في التجربة الوحدوية السعودية وانتهت ثم أتت الدولة السعودية الثانية لتكمل هذه التجربة وهذا النضال وهذا الكفاح من أجل الوحدة ومن أجل التنمية ومن أجل الآمن ومن أجل العدل واجهت تحديات كبيرة جدا تاريخية داخليا وخارجيا واستطاعت أن تتغلب عليها حتى أتى الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله واستعاد الرياض ثم وحد المملكة العربية السعودية وأصبح يوم 23 سبتمبر من كل عام يوم وطني وهو يوم توحيد وتسمية المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بعد أن وحد كل أجزائها وبدأ مرحلة تنموية جديدة منذ هذا التاريخ التوحيدي عام 1351 هجرية وهو اليوم الوطني الذي يمثل هذا أو هذا التوحيد للمملكة العربية السعودية وأصبح كذلك بعد ذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بيوم العلم ذكرى يوم العلم الذي هو يوم 11 مارس من كل عام وهو ذكرى اعتماد الملك عبد العزيز لهذا العلم الذي يمثل الوحدة الوطنية يمثل العدالة يمثل الطموح يمثل الحكمة يمثل القوة في كل معالمه ودلالاته ورمزياته وكل هذه الأيام تمثل هوية كل العالم وكل الدول كل الدولة لها هوية لها تجربة تاريخية تخصها وهذه الأيام تخص الدولة وتخص المجتمع وتخص الإنسان وكل شخص في هذا الوطن هو جزء من هذه الرمزيات وهذه الدلالات ومن هذه الأيام والأجيال القادمة أيا كانت هذه الأجيال هي عبارة عن تسلسل ووراثة وتعاقب أجيال هي مسؤوليتنا كل هذه الرمزيات هي رمزية هذا الوطن وتجربتها التاريخية تجربة إنسانا تجربة آباءنا وأجدادنا كل هذه الأيام عبارة عن موروث ومكاسب مكاسب لنا جميعا عندما يكون هناك مكسب فهو مسؤولية التأسيس تجربة وإنجاز تاريخي حضاري اليوم الوطني تجربة حضارية وحدوية وتنموية مستمرة يوم العلم رمز بكل دلالة المذكورة كلنا في هذه السفينة وفي هذا الإطار تمثلنا هذه الأيام لا بد أن تدخل إلى أذهاننا وإلى مشاعرنا وإلى تطبيقاتنا وأعمالنا اليومية هي مسؤولية علينا جميعا هي مسؤولية دينية هي مسؤولية قيمية هي مسؤولية وطنية كل شخص يشارك في هذا الوطن هي تمثل قطرة وتمثل لبنة في البناء حتى نصل للمستقبل ونحق الأمن ونحق المسؤولية في الوراثة الحضارية وفي التجربة وفي الإنجاز الذي هو مسؤوليتنا جميعا وأمانة في أعناقنا هذا الوطن غير عادي وهذا الوطن متميز بمقدساته بإنجازاته بموقعه بتنميته بحضارته وهو مسؤوليتنا ولا نستحق أن نعيش فيه إذا لم نحتفل ونفرح ونشعر ونعمل فيه بكل جد وبكل إنجاز كل في مجاله وكل بما يستطيع